أهلا بيكو أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج سر النجاح أنا معاكو حسن مغربي يعني خليني أروح في بداية حلقتي للحاجة مهمة جدا مفيش أجمل من أنت التاجر مع ربنا للآخرة أو إلى الجنة ظاهرة نادرة لما بتحصل يعني ومهمة جدا نقاش من الإسماعيلية بيبيع كل ممتلكاته وكل أمواله اللي بيتداخرها بيبني أو بيشتري إيها أرض علشان يبني مسجد اللي لفت نظر ناس كتير جدا في السعي وراء بناء المنازل شراء شواء شراء الدهب الكلام ده كله ولكن الراجل انتقل لمرحلة تانية خالص عن مرامي طبعا شغلنا قاش عند ولاده وعنده زوجته ربه أسرة محترم جدا يعني اجتهد أنه يبيع كل ما يملكه ويدخر كل الأموال بتاعته في سبيل إنشاء مسجد في محافظة الإسماعيلية في حي السلام ولكن يعني خليني حتى الخبر من القاهرة 24 زملنا إبراهيم الكلاني كان كاتبه من خلال أيام قليلة وهو اللي غطى الموضوع ده يعني خلوني أقول لكم بس نص الموضوع نصا كده لأنه خبر جميل جدا ومهم جدا يعني حرص رامي رمضان والذي يعمل نقاشا ويعيش مع أسرته المكونة من الزوجة وثلاث أبناء عنده ثلاث أبناء بحي السلام في محافظة الإسماعيلية على تحفظهم الكرآن وتنمية موهبتهم في الصوت الحسن وكمان حرص على بيع مدخراته يعني بيع كل المدخرات بتاعته لشراء أرض وأنه يبنيها مسجد يعني خد قطعة أرض واشتراها بالفلوس بتاعته بامتلكاته وبالدهب بتاع مراته طبعا علشان يشتري قطعة أرض ويعمر مسجد أو يبني مسجد حتى يا جماعة يعني ياريت الشباب يجيبوننا في الشاشة صورة العائلة أو الأسرة أسرة عم رامي المحترمين هي على الشاشة دلوقتي يا جماعة بيشوفوها دي متاخدة من الموقع القائرة 24 زبلنا كان بيغطي الموضوع إبراهيم الكلاني خلص شكر لك يا إبراهيم يعني على التغطية المحترمة دي عم رامي بيقول في نص البيان أنه بيعمل في مجال النقاشة من فترة طويلة بجانب عمله أنه شغال على سيارة بيمتلكها لكن سرعان ما عرضها للبيع من أجل الحصول على الأموال وتكفالت زوجته هي الأخرى لبيع مسوغاتها لشراء قطعة أرض وبنائها مسجدا موضحا أن السبب في ذلك هو تلبية رغبة إسلام وابنه يعني والذي يمتاز بحسن الصوت يعني عنده ابن حافظ للكرآن الكريم وعنده ثلاث أبناء حافظين للكرآن الكريم عنده زوجة صالحة بعت مسوغتها أو مجوهرتها أو دهابها بالمعنى الدائج بتاعنا علشان تكمل معاه الخطوة ويشتروا قطعة أرض كائنة في حي السلام بمحافظة الإسماعيلية ويتم إنشاء بيت من بيوت الله ما أجمل التجارة مع ربنا ما أجمل صرف المدخرات اللي عندك فيه يعني حاجات في الخير ده حاجة مهمة جداً واللي بيلجأ ليها طبعاً أشار عم رامي يعني لحاجات كتير جداً إن ابنه بيمتاز بحسن الصوت بتاعه حافظاً للكرآن الكريم وكان من ضمن أحلام إسلام ابن عم رامي طبعاً إن هو قال له أنا بتمنى إن احنا يكون نبني مسجد ويكون لين أجر كبير عند ربنا في الموضوع ده يعني دي من النقاط والله اللي استوقفتني كثيراً ومن الأخبار اللي قلنا هنتناولها في هذا الموضوع يعني من تغذية صديقنا إبراهيم الكلاني في الفترة أو في الأيام القليلة اللي عدت يعني كمان جات الفكرة العام رمضان إن هو يبني المسجد إن هو يبيع كل الممتلكات بتاعته في حين إن الناس كتير دلوقت بتلجأ يا جماعة إن هم أنا عايز أشتري منزل أصلاً عايز أشتري قطعة أرض أبني عليها أصلاً عايز أشتري دهب علشان أنا أتجوز أصلاً الراجل عنده ثلاث أبناء محتاجين لكل جنيه محتاجين مصاريف محتاجين دروس محتاجين كل حاجة عنده رب تمنزل عنده منزل كامل محتاج مصاريف عنده حاجات كتير جداً وهو طبعاً شغال سواء وكان قبل كده بيعمل نقاش يعني صرف كل المداخرات وكل الأموال بتاعته في شراء قطعة أرض يا ريت يا شباب يعني تعرضوا دولنا على الصورة الصورة بتاعت العائلة الكريمة تاني على الشاشة رب نعرف نجيبه حتى في مداخلة يا شباب يعني نحاول ان انتوا تتواصلوا معاه عم رامي من الأشخاص يعني أو الشخصيات الكادحة في أو الطبقة الكادحة في المجتمع المصري يكون ان انت يجينك فكرة يعني الصورة طبعاً موجودة على الشاشة لو الشباب يلعبوها باج جراوند أو يزوموا عليها أكتر علشان تكون واضحة فكرة ان انت يكون عندك مدخرات أو عندك مال أو بتكتهد لكسب المال وان ان انت تصرف كل ما تملك فيه شراء قطعة أرض وانشاء بيت من بيوت الله دي من الحاجات المميزة ومن الحاجات يعني لنا بقول ان هي فعلاً التجارة الرابحة مع ربنا من الحاجات المهمة طبعاً ان انت دايماً تواظب على فعل الخير يعني شوفوا عم رامي رغم ده كله ورغم الغلاء ورغم الأشياء الكتير جداً إلا انه طبعاً حابب ان هو يكتهد ويعمر بيت من بيوت الله طبعاً ده كان حلم من ضمن أحلام ابن واسلام حافظ للكرآن الكريم يعني واللي بيمتاز بحسن الصوت يعني عم رامي حتى فيه تصريح ليه في القاهرة 24 تقتلز الصديقنا وزميننا ابراهيم بيقول ان نجل اسلام بيمتاز بحسن الصوت كان يتمنى ان يرفع الأذان بالمسجد لكنه قبل بالرفض من العاملين بالمسجد يعني ابنه حاول ان هو يقيم الصلاة أو يأذن في أحد المساجد فقوبل بالرفض يعني منعوه ان هو يأذن فطبعاً كان من ضمن أحلام اسلام طبعاً ان هو يكون بنا مسجد لله هو اللي يقيم ويأذن ويصلي فيه من الأحلام المهمة جداً يعني وبعدين فين وزارة الأوقاف هنا بقى يعني استوقفنا الموضوع يعني يكون حد يجد الصوت وحسن السيرة وحسن السمعة وعنده من الطيب الصوت ولا التعليم حتى ان انت توقفه ان هو ما يقيمش أو يأذن ده طاق طاق دي يعني ده انا بشوف ان هو مش موجود في أي شارع طبعاً يعني المفروض وزارة الأوقاف او مدرية الأوقاف في الإسماعيلية يعني المفروض ما كانش يتم رفض الشاب ان هو يقيم أو يأذن بالناس طبعاً احنا عارفين ان فيه عمال في المساجد بيقيموا ويرفعوا الأزان وعارف ان فيه ناس موكلين يعني بالموضوع ده ولكن ان هو يقو بالرفض من بداية الموضوع ده ما كانش حاجة موفقة ولكن عم رام اجتهد ان هم يشتروا قطعة أرض هو ولاده وزوجته ان هي تبيع دهبها وحاجتها وكل ما تملك فيه شراء قطعة أرض لبناء مسجد عليها في حي السلام يعني سبب الرفض من الأسادزة اللي في الأوقاف طبعاً يعني بيقولك لافتاً لأن السبب فيه رفضهم صغر سن نجله وتسبب هذا الرفض في دخول نجله في نوبة من الحزن الشديد نوبة من الحزن الشديد بن قسيم كده يا جماعة يعني لما قوبل بالرفض من العاملين بوزارة الأوقاف أو العاملين بذلك المسجد طبعاً هو يعني لم يذكر اسم المسجد اللي هو قوبل بالرفض لي في أي منطقة من ونطق اللي اسمعليه طبعاً مش مذكور في الخبر يعني تمام؟ ولكن لما قوبل بالرفض الولد دخل في نوبة حزن من الحزن الشديد يعني عملوله حالة هستيرية أو حالة نفسية كبيرة جداً هي اللي خليته يتفكر أو يتمنى طبعاً إنه هو يكون عنده أموال إنه هو يمتلكها ويشتري كطعة أرضه وقال لنجله أو قال لولده طبعاً إنه هم عايزين يشتروا كطعة أرضه وحلم من أحلامه إنه هو يتم بناء مسجد عليها نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي حلقتنا ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقة مهمة جداً من حلقات سر النجاح بالناس تكمل موضوع مرامي باع مسوغات يعني مراته أو ذهابها وتاجر بالمال بتاعه أو بما يملكه وبالمرتب بتاعه في حين إنشاء أو شراء قطعة أرض وإنشاء مسجد عليها بعد أن قوبل ابنه أحد نجله بالرفض في إقامة أو الإدلاق بالأزان في أحد مساجد الإسماعيلية من هنا بدأ إسلام ابن عمرامي يبلغ أبوه إن هو قوبل بالرفض من قبل الناس اللي كانوا شغالين طبعاً في المسجد وقتها وهو بيتمنى إن هو يكون عندهم مسجد أو يحلم إن هو يكون معاه أموال إن هو يشتري قطعة أرض ويقام عليها مسجد فأبوه حقق رغبته في إن هو يلم كل ما يملك ويبدأ إن هو يشتري قطعة أرض عمرامي طبعاً من محافظة الإسماعيلية الرجل مخلص جداً الرجل وطني جداً الرجل المجتهد الرجل اللي حاب يتجرع مع ربنا في حين إن الناس بتلجأ لي كتير جداً من الوسائل والتفاصيل وعايزين يشتروا شقة عايزين يشتروا أرض عايزين يعني تلاهي الحياة زي ما احنا بنقول في المعنى الدارج عمرامي بدأ إن هو يلم كل ما يمتلكه من أموال طبعاً حتى في نص الخبر بيقول وأوضح إن نجله طلب منه بناء مسجد من أجل تحقيق رغبته ودي كانت رغبة طبعاً عند إسلام ابنه في تعلم الكرآن والأزان دون أن يمنعه أحد يعني ما كانش عايز حد يمنعه زي ما راح صلى في أحد مساجد الإسماعيلية وحد منعه إن هو يقيم أو يأذن بالناس علشان سنه صغية في حين إن الناس بتشهد ليهم بالسلوك الطيب وبالسمعة الحسنة وبصوته الجيد وهو متعلم للكرآن وحافظ كم جبير جداً من الكرآن الكريم طبعاً ده يعني على لسان الناس كتير جداً يعني حتى فيه تنصيق الخبر يعني بيقول إن هو ما كانش عايز حد يمنعه في الإدلاء بالأزان أو الكلام ده كله إن هو يكون عندهم مكان الناس تصلي فيه من غير ما حد يمنع حد من الإدلاء بالأزان أو إن هو يأذن حلم من أحلام الشباب يا جماعة يعني طفل لسه أو في عمر الشباب تمنى أحد الأمنيات إن هو يأذن في مسجد فقبل بالرفض طبعاً هنا يعني النزعة في الموضوع ده يعني شديدة شوية دخل في نوبة من الحزن على كلام والده أو على ردة فعل والده هم من العائلات المشهود لها بالطيبة وحسن السير يعني والسلوك في ذلك الأمر يعني وأكيد لسه محتاجين حاجات كتير جداً عشان يكملوا المسجد بتاع حي السلام المتواجد في حي السلام أو قطعة الأرض الاشتروع عشان يتم عليها بناء مسجد يعني دي كانت رغبة إسلام وهو بيقول لابوه الموقف اللي حصل معاه طبعاً تمام؟ موضحاً أنه نزولاً على رغبته رغبة نجله باع سياراته بينما باعت زوجته هي الأخرى مسوغتها الزهابية وتم شراء قطعة أرض ويحاولان جاهدان تدبير مصاريف بناء المسجد يعني الراجل جاب مرتبه أو ما يدخره من أموال أو حتى لو كانت فلوس هو محتاجها وعينها وباع عربيته اللي هو بيشتغل بيها علشان يأكل بيها اللي هو متعيش باعها ولما كل الفلوس يعتبر اللي في البيت من أجل وكمان يعني خد كمان دهب مراته أو مسوغتها من أجل المتاجرة مع ربنا في فعل الخير وهو شراء قطعة أرض الأول يعني يشتري قطعة أرض وبعدين يبدأ الخطوة التانية إنه هو يتم بناء أو إنشاء مسجد عليها ده نبع من حلم طفل بعد ما حصل ليه نوبة من الحزن الشديد هو يحفظ الكرآن الكريم هو وأخوته يعني وعائلة من عائلات المحترمة جدا المتواجدة في محافظة الإسماعيلية واللي بيشهدهم الجميع جدا يعني بالسلوك الطيب والناس يعني الذين يكتهدون من أجل كسب لقمة العيش فيه أمان وسبات فقط دون المساس بأحد طبعا يعني شيء محزن جدا يا جماعة ابنه يكون رايح يصلي في مكان أو يكون حابب أنه يقيم الصلاة أو يأذن في مكان فيمنعه أحد الموظفين أو أحد المعينين بتلك الهيئات أو بالمساجد من رفع الأزان الأزان هو صوته كويس هو يمتلك صوت محترم جدا يمتلك تعلم من الكرآن مهم جدا يعني يا ريت يا شباب بتجبولنا الصورة كده وإحنا بنتكلم عن الأسرة الكريمة دي هتلاقوا الخبر متشاير على جميع المواقع يعني كل المواقع كتبة عنه كده حتى في سيرش خايمة بحث جوجل كده هتكتب عم الرامي نقاش الإسماعيلية هتلاقي ظهر معاك الخبر يعني بشكر طبعا أنا أزميلنا يعني صديقنا الأسوة إبراهيم كلاني على تغطيته للخبر المهم جدا بتاع عم الرامي نقاش الإسماعيلية حاجة كويسة جدا عايز أضيف ليها وهي حلو جدا أن أنت في ظل هذه الظروف تلاقي ناس بتفكر برا السندوق وتفكر بالطريقة دي وبتفكر للأخرة مش للدنيا الرجل اقتنع وعارف وفاهم أن الدنيا زائلة ده رقم واحد رقم اثنين هو مش هياخد معا أي حاجة غير العمل والسواب فقط هو اللي هيشف عليه هناك رقم ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو عنده طبعا ثلاث أبناء صالحين وانا حسبهم صالحين يعني متجرة مع ربنا في حاجات كتير جدا أن أنت تدخل الأموال بتاعتك وتنفقها في باب الخير ده حاجة من الحاجات الكويسة جدا بتتجر مع ربنا للأخرة مش للدنيا بتعمل لقدام علشان بعد كده مش هيفيتها غير العمل الصالح وقتها وما تملكه من سواب في الدنيا وأعمال خير عملتها في الدنيا خبر منتشر طبعا على يعني أنا لما قاريت صاميم بالخبر ما كنتش تأكدت فيه جدا بأمانة قبل كده يعني لكن لما تدخلت في تفاصيله في أعماقه وعرفت اللي هو يعني ابنه بيمتاز بحسن الصوت ورح علشان يخش مسجد ويقدن في أحد مساجد الإسماعيلية وحد قابله بالرفض يعني طبعا شيء محزن جدا يعني عند شاب من الشباب في مرحلة عمرية صغيرة أن يقولوله أنت مثلا سنك صغير فأنت مش هينفع أنت تقيم الأذن أو تأذن أو حتى تصلي بالناس طبعا ده يعني حتى أمتنا ومشايخنا الكبار كان زمان بيروحوا يأذنوا ويقيموا الشعائر في المساجد وكان سنهم صغير وكان الموضوع عادي جدا لكن النزعة دي حصلت عند إسلام فبناء عليه قال والده أنا عايز يا بابا أنحنا يكون عندنا أو أنحنا ننفق ما لدينا أو دي رغبة عندي أنحنا ننفق ما لدينا من أموال لشراء قطعة أرض وبناء عليها مسجد يخدم الناس ونقيم فيه شعائر الله يعني حتى طفل صغير عايز يحيي سنة من سنن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهي إنشاء وتعمير المساجد يعني في الأرض يعني من خلال حلقتي عايز أدلل على كذا مفهوم راجل اجتهد راجل رب أولاده راجل أنفق كل ما لديه من أجل شراء قطعة أرض كل الأموال اللي معاه اشتري بها قطعة أرض علشان ينشئ عليها مسجد في حي السلام في الإسماعيلية بشكر صديقي طبعا إبراهيم كلاني على تغطيته ده في القاهرة 24 صديقنا المحترم على تغطيته لذلك الموضوع المهم بشكر عم رامي نقاش الإسماعيلية المحترم الراجل الوطني جدا المحترم جدا الخدوم جدا يعني الغير متكل على أحد غير ربنا الأول يعني في نهاية حلقتي حبوا الخير لبعض خلوا الشباب تاخد فرصة اللي بيحلم حلم مش صعب إنه هو يحققه إحنا في سر النجاح دايما بنضيف أو المحمول المهم جدا في موضوع برنامج سر النجاح إن احنا ندور على القصص الملهمة عم رمضان نقاشر إسماعيلية كان أحد القصص الملهمة في محافظة الإسماعيلية شراء قطعة أرض من كل أمواله ويدخر كل أمواله لبناء مسجد أشوفكم في حلقة جديدة كنت معاكم على مدار حلقة كاملة حسن مغربي في برنامجكم سر النجاح استنوني في الحلقة اللي جاية